اهلا وسهلا بكم ابناء الطلاب وبنات الطالبات في سلسلة الدروس التعليمية للصف السابع الاساسي في مادة الرياضيات نلتقي بكم اليوم في درس جديد بعنوان تطابق المثلثات ماذا سنتعلم في هذا الدرس اولا سنتعلم تطابق قطعتين مستقيمتين ثانيا تطابق زاويتين ثالثا تطابق مثلثين بشكل عام رابعا سوف نأخذ الحالة الاولى من تطابق المثلثات وهي ضلع 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 تطابق المثلثين بمعلومية ثلاث اضلع فيهما اولا نأتي الى البند الاختباري الشكل المقابل يمثل المثلث الف باجيم اذكر عناصره عزيز الطالب انظروا الى هذا المثلث لاحظ ان المثلث يتكون من اتحاد ثلاث قطاع مستقيمة متلاقية مثنا الان نريد ان نتعرف على عناصر المثلث مما يتكون المثلث الحل للمثلث ستة عناصر للمثلث ستة عناصر ما هي عناصر المثلث لو لاحظنا اولا له ثلاث اضلع هي لاحظ عزيز الطالب الى الاضلع انظر اذا الضلع الاول هو الضلع الف با الضلع التاني لاحظ عزيز الطالب الضلع التاني هو الضلع باجيم الضلع الثالث لاحظ عزيز الطالب هو الضلع نعم الف جيم اذا المثلث له ثلاث اضلع هي الضلع الف با الضلع باجيم الضلع الف جيم ايضا لو لاحظنا سنجد أن المثلث له ثلاث زوايا المثلث له ثلاث زوايا ما هي زوايا المثلث؟ لو لاحظنا الشكل الذي أمامنا سنجد أن المثلث له ثلاث زوايا هي أولاً زاوية ألف ثانياً زاوية با الزاوية الثالثة هي كما لاحظنا في الشكل هي زاوية جيم إذن أبنائي الطلاب نجد أن المثلث له ستة عناصر كما تحدثنا ثلاثة أضلاع هي كالتالي ضلع 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 أيضا له ثلاث زوايا زاوية الثانية والزاوية الثالثة إذن لكل مثلث ستة عناصر ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا نأتي الآن أبناء الطلاب لأول تمهيد لنتعرف عليه وهو تطابق قطعتين مستقيمتين أي متى تتطابق القطعتين المستقيمتين لاحظ عزيزي الطالب يوجد لدينا قطعة مستقيمة ألف با طولها أربع سنطي وأيضا يوجد لدينا قطعة مستقيمة جيمدال أيضا طولها أربع سنطي ما العلاقة بين القطعة المستقيمة ألف با والقطعة المستقيمة جيمدال لاحظ عزيزي الطالب ألف با يساوي جيمدال وتساوي أربع سنطي أي أن قياس ألف با وقياس القطعة جيمدال مساوي كل منهما أربع سنطي لاحظ عزيزي الطالب الآن نريد أن نعمل بحركة لاحظ هذه الحركة قطعة مستقيمة خرجت من القطعة المستقيمة الأولى ثم انتقلت إلى القطعة المستقيمة الثانية لاحظناها أنها تطابق القطعة المستقيمة لاحظ عزيزي الطالب مرة أخرى إذن القطعة المستقيمة ألف با تطابق القطعة المستقيمة جيمدال إذن القطع المستقيمة ألف با تطابق القطع المستقيمة جيمدال ويرمز أبنائي الطلاب للتطابق بالرمز لاحظ الرمز الذي أمامك لاحظ هذا الرمز هذا الرمز هو رمز التطابق هذا الرمز هو رمز التطابق وتقرأ يطابق ثانيا تطابق زاويتين تطابق زاويتين في الشكل المقابل أمامنا زاوية ألف باجيم تساوي 45 درجة وأيضا زاوية سين صادعين تساوي 45 درجة لاحظ عزيز الطالب نريد أن نطبق الزاوية ألف باجيم على الزاوية سين صادعين لاحظ هذه الحركة مرة أخرى لاحظ عزيز الطالب أن زاوية ألف باجيم انطبقت تماما على زاوية سين صادعين لاحظ عزيز الطالب مرة أخرى إذن الزاويتان ألف باجيم والزاوية سين صادعين متطابقتان زاويتان متطابقتان لماذا؟ لأن لهم القياس نفسه لأن لهم القياس نفسه أي أن قياس زاوية ألف باجيم تساوي قياس زاوية سين صادعين ويساوي 45 درجة نأتي إلى التعميم التعميم ماذا يقول؟ إذا كان قياس زاوية ألف يساوي قياس زاوية با زاويتان لهما نفس القياس ماذا ينتج عن ذلك؟ فإن زاوية ألف تطابق زاوية با فإن زاوية ألف تطابق زاوية با والعكس صحيح أي أن إذا كانت الزاويتان متطابقتان فإنهما يكونان متساويتين في القياس مثال على ذلك في الشكل المقابل ألف باجيم دال متوازي أضلع أمامنا الضلع ألف دال يوازي الضلع باجيم وأيضا الضلع ألف با يوازي الضلع جيم دال من خصائص متوازي الأضلع تعالوا لنكمل هذا المثال القطع المستقيمة ألف با تطابق قطع المستقيمة ألف با تطابق لاحظ عزيز الطالب الآن انظر معي القطع المستقيمة ألف با تطابق ماذا؟ نعم إجابة صحيحة تطابق القطع المستقيمة دال جيم لماذا؟ من يقول لي السبب؟ نعم لأن كل ضلعين متقابلين متساويين في متوازي الأضلع في متوازي الأضلع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ثانيا الضلع باجيم القطع المستقيمة باجيم تطابق من تطابق أبناء الطلاب؟ فلننظر إلى القطع المستقيمة التي تقابلها في هذا الشكل ماذا نلاحظ؟ إذن نلاحظ أن القطع المستقيمة باجيم تطابق القطع المستقيمة ألف دال إذن ألف با يطابق جيم دال وأيضا القطع المستقيمة باجيم تطابق القطع المستقيمة ألف دال لو انتقلنا إلى الزوايا نلاحظ أن الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلع خاصية هامة كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس هذا كلام صحيح إذن في متوازي الأضلع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس لاحظ عزيز الطالب زاوية ألف تطابق ما هي الزاوية التي تطابق زاوية ألف لو نظرنا لاحظ معي عزيز الطالب إلى الزاوية التي تطابق زاوية ألف ماذا سنجدها نعم هي زاوية جيم وأيضا زاوية دال ما هي الزاوية التي تقابلها لاحظ عزيز الطالب زاويتين متقابلتين ما هما لاحظ أن زاوية با تقابل زاوية دال زاوية با تقابل زاوية دال إذن زاوية با وزاوية الدال زاويتان متطابقتان لاحظ أننا تعرفنا على عناصر المثلث وتطابق قطعتين مستقيمتين وأيضا تطابق زاويتين سنتعلم بعد ذلك تطابق مثلتين وحالات التطابق ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب لنكمل درسنا في الحالة الثالثة وهي تطابق مثلتين تطابق مثلتين إذا استخدمنا ورق كربون بين ورقتين ورسمنا على الورقة العليا مثلثا وليكون ألف باجيم فأنه ينتج لنا على الورقة السفلة مثلث دال هاو لاحظ هذان المثلثان المثلث ألف باجيم والمثلث دال هاو مثلثان متطابقان لنرى أبناء الطلاب لاحظ القطع المستقيمة ألف با ماذا حدث القطع المستقيمة ألف با والقطع المستقيمة دال ها إذن القطع المستقيمة ألف با تطابق القطع المستقيمة دال ها وأيضا القطع المستقيمة با جيم والقطع المستقيمة ها واو القطع المستقيمة با جيم والقطع المستقيمة ها واو نلاحظ أنهما قطعتين متطابقتين أي أن القطع المستقيمة با جيم تطابق القطع المستقيمة ها واو نأتي إلى القطع المستقيمة ألف جيم ماذا تطابق لاحظ عزيز الطالب أنها تطابق القطع المستقيمة دال واو إذن القطع المستقيمة ألف جيم تطابق القطع المستقيمة دال واو إذن أولا لاحظنا تطابق الأضلع القطع المستقيمة ألف با تطابق القطع المستقيمة دال ها القطع المستقيمة باجيم تطابق القطع المستقيمة ها واو القطع المستقيمة ألف جيم تطابق القطع المستقيمة دال واو لننظر أبناء الطلاب إلى تطابق الزوايا زاوية ألف ماذا تطابق لاحظ عزيز الطالب أنها تطابق زاوية دال إذن زاوية ألف تطابق زاوية دال وأيضا زاوية با زاوية با ماذا تطابق من الشكل نلاحظ أنها تطابق زاوية ه إذن زاوية با تطابق زاوية ه أيضا أبناء الطلاب نأتي إلى الزاوية الثالثة وهي زاوية جيم ما هي الزاوية التي تطابق زاوية جيم لاحظ عزيز الطالب أنها الزاوية واو إذن الزاوية جيم تطابق الزاوية واو لاحظ أبناء الطلاب أن العناصر الستة في المثلث لا بد أن تتوفر في موضوع التطابق أي أن تطابق ينتج عنه تطابق الثلاث أضلاع وأيضا تطابق الثلاث زوايا لننظر أبناء الطلاب إلى المثلثين أمامنا المثلثين هذان المثلثان متطابقان لاحظ عزيز الطالب لو وضعنا بهذه الطريقة هل يظهر المثلث الخلفي لم يظهر المثلث الخلفي وأيضا لو وضعت المثلث الخلفي أمام المثلث الأمامي هل يظهر المثلث الخلفي لا يظهر معنى ذلك أن هذين مثلثين متطابقين تعميم إذا تطابق مثلثان فإن أولا الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول الأضلاع المتناظرة فيهما متساوية في الطول ثانيا الزوايا المتناظرة فيهما متساوية في القياس إذن إذا تطابق مثلثان فإن الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول وأيضا الزوايا المتناظرة متساوية في القياس ملاحظة هامة أبناء الطلاب عند كتابة المثلثين المتطابقين يراعى أن يكون لهما نفس الترتيب في كتابة الرؤوس المتطابقة كالآتي لاحظ عزيز الطالب المثلث ألف باجيم يطابق المثلث دال هاواو أي أن الآن لاحظ أن الرأس ألف لابد أن يطابق الرأس دال الرأس با لابد أن يطابق الرأس ها وأيضا الرأس جيم لابد أن يطابق الرأس واو مثال في الشكل التالي إذا كان المثلث ألف باجيم يطابق المثلث دال هاواو المثلث ألف باجيم لاحظ عزيز الطالب على الشكل الذي أمامك المثلث ألف باجيم فيه ألف با ثلاث سنطي باجيم سبعة سنطي قياس زاوية ألف خمسة وثمانين درجة قياس زاوية با سبعين درجة أيضا المثلث دال هاواو فيه دال واو ست سنطي وقياس زاوية واو خمسة وعشرين درجة لكن لاحظ أن المثلث ألف باجيم يطابق المثلث دال هاواو أكمل ما يلي قياس زاوية دال ماذا تساوي لاحظ عزيز الطالب أننا قلنا أن المثلثين المتطابقين يكون الأضلاع متطابقة وأيضا الزوايا متطابقة مع مراعاة ترتيب الرؤوس المتطابقة لاحظ عزيز الطالب قياس زاوية دال انظر من الزاوية التي تناظر زاوية دال وتطابقها سنجد أنها زاوية ألف ما هو قياس زاوية ألف؟ خمسة وثمانين درجة إذن قياس زاوية الدال خمسة وثمانين درجة أيضا قياس زاوية جيم لاحظ عزيز الطالب ما هي الزاوية التي تطابق زاوية جيم؟ من خلال الرسم تبين لنا أنها زاوية واو ما هو قياس زاوية واو؟ قياسها خمسة وعشرين درجة إذن ما هو قياس زاوية جيم؟ نعم خمسة وعشرين درجة قياس زاوية ها تساوي كام؟ ما هي الزاوية التي تطابق زاوية ها؟ لو نظرنا إلى الشكل سنجد لاحظ عزيز الطالب أن زاوية با تطابق زاوية ها لكن ما هو قياس زاوية با؟ سبعين درجة إذن قياس زاوية ها سيكون سبعين درجة لاحظ عزيز الطالب أننا قمنا بتطبيق الزاوية ثلاث زاوية في المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الثاني نأتي الآن إلى تطابق الأضلع ألف جيم الضلع ألف جيم ماذا يساوي؟ لنرى الضلع ألف جيم ماذا يطابق من أضلاع المثلث؟ انظروا معي عزيز الطالب ألف جيم يطابق ماذا؟ يطابق دال واو ما هو قياس الضلع دال واو؟ قياس الضلع دال واو ست سانطي إذن ألف جيم يساوي ست سانطي أيضا الضلع دال ها ماذا يطابق الضلع دال ها؟ لو نظرنا إلى الشكل الذي أمامك انظر جيدا دال ها ماذا يطابق؟ نعم سيطابق الضلع ألف با ما هو طول الضلع ألف با؟ طوله ثلاث سانطي إذن دال ها سيكون طوله ثلاث سانطي أخيرا الضلع ها واو ماذا يطابق الضلع ها واو من أضلع المثلث الآخر؟ لاحظ عزيز الطالب أن الضلع ها واو يطابق الضلع باجيم ما هو طول باجيم؟ سبعة سانطي إذن طول ها واو سبعة سانطي لاحظنا أبناء الطلاب أنه عند تطابق مثلثين فإنه ينتج من تطابقهما تطابق الأضلع المتناظرة وأيضا تطابق الزوايا المتناظرة سنتعرف بعد قليل على تطابق المثلثان لكن الحالة الأولى للتطابق وهي تطابق مثلثان بمعلومية ضلع وضلع وضلع أي أن الأضلع المتناظرة في المثلث الأول تطابق الأضلع المتناظرة في المثلث الثاني ولكن بعد الفاصل أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب لنتعرف الآن معاً على حالات التطابق مثلثين الحالة الأولى للتطابق مثلثين الأضلع الثلاثة وهي الحالة التي يتساوى فيها طول كل ضلع من أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر انظر عزيز الطالب إلى المثلثين اللذان أمامك سنجد المثلث ألف باجيم والمثلث سين صاد عين نلاحظ أن هناك إشارات قد وضعت على المثلثين هذه الإشارات تدل على تساوي الأضلع فالضلع ألف با لاحظ عزيز الطالب أنه يساوي الضلع سين صاد إذن القطع المستقيمة ألف با تطابق قطع المستقيمة سين صاد وأيضا القطع المستقيمة با جيم في المثلث الأول تطابق القطع المستقيمة صاد عين في المثلث الثاني وأيضا القطع المستقيمة ألف جيم تطابق القطع المستقيمة سين عين المثلث ألف باجيم يطابق المثلث سين صادعين كما في الشكل السابق ماذا نستنتج مما سبق نستنتج أنه يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر ويرمز لهذه الحالة بالرمز ضاد 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 أي تقرأ ضلع 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 نأتي إلى المثال في الشكل المقابل لاحظ إلى الشكل المثلث ألف باجيم أضلاع ألف با تساوي 13 سانطي باجيم 15 سانطي ألف جيم 20 سانطي أيضا المثلث سين صادعين أضلاع سين صاد 13 سانطي صادعين 15 سانطي وسين عين 20 سانطي اثبت أن المثلثين متطابقين نريد أن نثبت أن المثلثين متطابقين أي أن المطلوب نريد أن نطابق بين الأضلاع في المثلث الأول مع الأضلاع في المثلث الثاني ننظر أولا المثلث ألف باجيم والمثلث سين صادعين فيه ماء لاحظ على الضلع ألف با والضلع سين صاد لاحظ عزيز الطالب بين الضلع ألف با والضلع سين صاد ما هو طول ألف با 13 سانطي ما هو طول سين صاد 13 سانطي تعالنا نتأكد من ذلك لاحظ عزيز الطالب إذن أولا ألف با يساوي سين صاد ويساوي 13 سنطي ثانيا لاحظ عزيز الطالب إلى الضلع باجيم ما هو طوله 15 سنطي أيضا لاحظ إلى الضلع صادعين في المثلة الآخر ما طوله 15 سنطي إذن لاحظ عزيز الطالب أن الضلع باجيم يساوي صادعين ويساوي 15 سنطي نأتي إلى الضلع الثالث وهو الضلع ألف جيم ماذا يساوي الضلع ألف جيم ما هو قياسه؟ قياسه 20 سنطي ما هو الضلع في المثلة الآخر الذي يطوله 20 سنطي هو الضلع سين عين لاحظ عزيز الطالب أن الضلع ألف جيم يساوي الضلع سين عين إذن ألف جيم يساوي سين عين ويساوي 20 سنطي إذن أبناء الطلاب لاحظنا أن هناك ثلاث أضلع في المثلث الأول تطابق ثلاث أضلع في المثلث الثاني إذن ماذا ينتج؟ لاحظ عزيز الطالب إلى المثلث إذن المثلث ألف باجيم يطابق المثلث سين صاد عين وحالة التطابق هي ضلع 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 تقويم ختامي في الشكل المقابل ألف با يساوي ألف دال كما هو موضح في الشكل باجيم يساوي دال جيم كما هو موضح لاحظ أننا وضعنا إشارة واحدة على الضلع ألف با وألف دال لنوضح أنهما متساويان في الطول وأيضا وضعنا إشارتين متلاسقتين بين الضلع باجيم وأيضا الضلع جيم دال لنوضح أنهما متساوياتان في الطول أولا أثبت أن المثلث ألف باجيم يطابق المثلث ألف دال جيم ثانيا عين زواياهما المتطابقة أي ما هي نتائج التطابق التي نتجت عن تطابق مثلثين عزيز الطالب لنبرهن ذلك انظر المثلث ألف باجيم والمثلث ألف دال جيم فيهما لاحظ معي عزيز الطالب الضلع ألف با والضلع ألف دال ما هو العلاقة بينهما متطابقان إذن أول حالة ألف با يساوي ألف دال ألف با يساوي ألف دال ثانيا لاحظ على الضلع باجيم والضلع دال جيم الضلع باجيم والضلع دال جيم بيحمل نفس الإشارة نلاحظين أنه عليهم إشارتين إشارة تساوي إذن ثانيا الضلع باجيم يساوي الضلع دال جيم لو نظرنا أبناء الطلاب ماذا سنلاحظ في الشكل هل يوجد ضلع آخر نحتاج إلى ضلع آخر ما هو الضلع الآخر أبناء الطلاب لننظر جيدا إلى الشكل سنجد أن الضلع ألف جيم ضلع مشترك بين المثلثين الضلع ألف جيم ضلع مشترك بين المثلثين إذن ثالثا ألف جيم ضلع مشترك إذن الآن طبقنا الحالة الأولى من حالات التطابق وهي ضلع 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 إذن المثلث ألف باجيم يطابق المثلث ألف دال جيم وحالة التطابق هي ضلع 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 نأتي الآن أبناء الطلاب إلى نتائج التطابق تطابق المثلث ثين المثلث ألف باجيم والمثلث ألف دال جيم ماذا نتج من تطابقهما الآن أبناء الطلاب نريد أن نطابق بين الزوايا انظر عزيز الطالب الزاوية با ألف جيم والزاوية دال ألف جيم زاويتان متطابقتان وهما أول نتيجة من نتائج التطابق زاوية با ألف جيم تساوي زاوية دال ألف جيم أيضا لو لاحظنا أبناء الطلاب إلى زاوية با وزاوية دال ما هو العلاقة بينهما إذن زاوية با تساوي زاوية دال وأيضا أبناء الطلاب زاوية با جيم ألف وزاوية دال جيم ألف سنجد أنهما زاويتين متطابقتين أي أن زاوية ألف جيم با تساوي زاوية ألف جيم دال زاوية ألف جيم با تساوي زاوية ألف جيم دال في ختام لقاءنا أبناء الطلاب نكون قد تعرفنا على تطابق قطعتين مستقيمتين تطابق زاويتين ثم تطابق مثلتين ثم أخذنا الحال الأولى من تطابق مثلتين وهما ضلع 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 وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في توصيل المعلومة إليكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة